بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا الحضراتكم تاني ولسا مكملين مع الآية الكريمة وطهر بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود سيدنا آدم حج البيت الحرام وكانت الكعبة موجودة في مكانها على وضع الملائكة وقيل بأن سيدنا آدم بنى الكعبة وبعدين جاء طوفان سيدنا نوح فلم تعد الكعبة ظاهرة وتبقى بعد الطوفان القواعد فسيدنا إبراهيم رفع القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهم بيرفعوا القواعد يقولوا إيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم طيب ربنا أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطاهر البيت يبقى فيه صيانة للبيت من الشرك ومن كل مستقضر حسي أو معنوي للطائفين اللي بيطوفوا بالبيت الحرام من أتى حاجا أو معتمرا طائفا بالبيت أو من طاف طواف نذر أو طواف تطوع أو من أدع مكة وطاف بها طواف وداع طهير البيت له هذا معنى الطائفين والعاكفين اللي مقم في الكعبة إقامة إما للعمرة أو للحج أو جلس أمام الكعبة لأن الرحمات بتتوزع في الكعبة المشرفة على الطائفين وعلى الجالسين وعلى النظرين مجرد النظر للكعبة المشرفة عبادة ثلاثة النظر إليهم عبادة نظر إلى الكعبة والنظر في القرآن والنظر إلى الوالدين دولة ثلاثة النظر إليهم عبادة يبقى أن طاهر بيتها للطائفين اللي بيطوفوا بالكعبة والعاكفين من أقام في الكعبة إما للحج أو للعمرة أو جلس أو هو معتكف بالفعل في الكعبة والركع السجود يعني المصلين الراكع والساجد واللي بيصلي في الكعبة طهيروا له البيت فضى أمر من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بعد كده الآية الكريمة وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ إِحْنَ اتَّفَأْنَا إِنَّ الْكَعْبَ وَضَعِتْهَا الْمَلَيْكَ فِمَكَانْهَا على شكل هيكل نوراني ياقوت نورانية والحجر الأسود دا كان أبيض وضع في الكعبة وسودته ذنوب بني آدم كان أبيض من الثلج أبيض من اللبن الذنوب سودت الحجر بأسم الحجر الأسود وبعدين بنقول الحجر الأسعد بعد كده ليه لأن الحجر ساعد بوضع النبي له في مكانه لما اختلفوا قالوا من يضع الحجر قالوا نحكم أول واحد يمر علينا فكان سيدنا النبي فوضع الثياب بتاعه على الأرض ووضع عليه الحجر وقال كل قبيلة تحمل طرف من أطرف الرداء كلهم شالوا الحجر فأمسدنا النبي أخذ الحجر بيده ووضعه في مكانه ومسح بإيد عليه وقبله النبي فاتحول الحغر بأمن السواد للإسعاد لما استلمه وقبله خير العباد صلى الله عليه وسلم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه هم وقفوا على القواعد القديمة اللي هي متبقية من طفان سيدنا نوح ويمكن ده دليل إن القواعد بتاع البيت بقي منها أثر من أثر الطفان ده دليل وكان سؤال سؤلنا عنه قبل كده هل الطفان كان في كل الأرض ولا في المكان اللي كان فيه سيدنا نوح فقط فألتل حضراتكم وقتها إن العلماء اختلفوا فيه ويمكن ده دليل يرجح أن الطفان ملأ الأرض جميعا وكانوا بيدعوا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نقف مع هذه الدعوة وللحديث بقي إن شاء الله فاصل وارجع لكتاني خليكم عانا وصلوا على الحبيب